اشتركوا في القناة ورحب عمدة فيينا بالفنانين المشاركين وصفا المدينة بالانفتاح الثقافي والتنوع والتسامح والالتزام الإنساني لهذا فهي تدعم تنوع أشكال التعبير الفني بالإضافة للمراكز الثقافية التقليدية إلى صحيفة الحياة التي عنونت خمسون من طادا تبث كسوف الشمس على الهواء يبث خمسون من طادا الكسوف الشمسي الذي تشهد الولايات المتحدة اليوم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت للمرة الأولى من مواقع تصوير ستقدم للجمهور مشاهد من السماء فيما يحجب القمر وجه الشمس وسيطلق فريق من الباحثين مناطيد من قارب تابع لخفر السواحل على بعد يتراوح بين 9 و11 كم من ساحل تشارلستن الشرقي في ساوث كارولاينا وهو آخر موقع سيمر عليه مشهد الكسوف إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت باحثون كوريون يترجمون لغة البطريق رجح باحثون من كوريا الجنوبية أن طيور البطريق تنسق مع بعضها البعض أثناء الصيد باستخدام أصوات خاصة وتمتلك طيور البطريق مجموعة من الأصوات التي تستخدمها لتواصل مع بعضها أثناء وجودها على اليابسة صحيفة الغد الأردنية عنوانات خياط تركي يؤسس أول اتحاد دولي للطائرات الورقية يسعى التركي محمد ناجي الانتقال بهوايته في صناعة الطائرات الورقية في الطفولة إلى تأسيس أول اتحاد دولي لها في العالم يعلن عنه في نوفمبر 22 وبدأ مشوار ناجي في صنع الطائرات الورقية انطلاقا من معرفته في حرفة الخياطة ليصنع عشرين طائر منها ويبيعها بتعاون مع إحدى محال القرطسية وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت ميلبورن أفضل مدينة للمعيشة للعام السابع على التوالي تصدرت مدينة ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية تصنيف وحدة المعلومات الاقتصادية كأفضل مدينة للمعيشة في العالم للعام السابع على التوالي والذي يقيم الظروف المعيشية في 140 دولة حول العالم وتأتي ميلبورن ضمن المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف منذ إطلاقه